السلام عليكم أخوتي تحياتي كل أبناء وطني الغاني من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب أبل أن نسوا أخوةنا الليف الغربة قبل أن نتكلم عن مقابلة اليوم بين المقابلة الكبيرة بين ميلون و جوفانتيس التي شارك فيها اللعبة الدولي الجزائر إسماعيل بن ناصر سوف نعود إلى أداء القرافي هان عم الماسترو سعيد بالرحمة الماسترو سعيد بالرحمة الماسترو سعيد بالرحمة الذي يواصل التعلق حيث أنه سعيد بالرحمة في الخطة ثابتة إلى البريمير ليغ برينتفورد الذي فاز اليوم على تشارتون مقابلة نوعا ما صعبة خاصة بعدما كانوا متأخرين مهدف يوم سعيد بالرحمة دائما يبين بعد مقابلة السابقة ضد ريدينج لصاحب الهاتريك اليوم أيضا يبين بالملاعب كبير ولاعب فنان وحقيقة ما كانوا في البريمير ليغ بصراحة في البريمير ليغ لا يوجد كلام لاعب فنان لاعب يسهل يلعب في الأنديا الكبيرة في إنجلترا حقيقة بدون مجاملة الشيء الآخر اللاعب المحبوب الجماهير الجزائرية ونحبوه ونقدروه يوسف بليلي الذي نقدر نقوله بصراحة من خيرة لاعبي البطولة الجزائرية الذي لم يكن أحسن لاعب البطولة الجزائرية من ناحية الفرديات وفنيات للمهارات يوسف بليلي مكان تاعك يلابقى بالرحمة في المستوى هذا ثابت مكان تاعك راهي في اللعب في اللعب لا شكوش في إمكانيات قلتها ونعودها للعب الفنان أيضا يوسف بليلي لكن هذه المنافسة الذي يحب يجتهد يلعب في أوروبا ويطور المستوى والذي يحب يبقى في الخليج يبقى في الخليج وكعارفين الخليج لا أريد أن أقولكم عن الخليج إذن سعيد بالرحمة خطة ثابتة نحو البريمير ليك سعيد بالرحمة يتقلق بقابلة أورا مقابلة سعيد بالرحمة من أحسن من أميز اللاعبين المهاريين في الدور الإنجليزي ليس فقط الشمبيونشيب حتى البريمير ليك من أمهر ومن أحسن المراويغين سعيد بالرحمة تستمتع بالمشاهدة اللاعب هذا تستمتع إلا حاب تشوف كرة قدم إلا حاب تشوف فنيات إلا حاب تشوف مراوغات من ناحية الجمالية في كرة قدم في صورة سعيد بالرحمة حقيقة إذن مكانة يوسف بليلي في اللعب أرغم أننا نحبك ولعب كبير لكن من أحب الخليج هذه النتجة إلا حاب تطور من السواء لا يبقى في الخليج نقوله بساعة عام أو عام أو نص بساعة أو عامين بساعة بعدها يذهب إلى أوروبا من يحب الخليج منافسة يا أخي هذه الساعة سعيد بالرحمة يلعب في البريمير ليكوه مغمض عينيه بل بالعكس سعيد بالرحمة يعني من اللاعبين المطلوبين في البيك 5 البيك 5 البيك 5 دور الإنجليزي الخمسة النوادي الكبيرة في إنجلترا هذا سعيد بالرحمة إذا بليلي نتمنى لك الاحتراف في أوروبا لكي تتطور إمكانياتك وكي تنافس سعيد بالرحمة لأنه سعيد بالرحمة الحقيقة بدون مجملة لما قيمة يوسف ليلي لما قيمة سعيد بالرحمة لحد الساعة الجماهير الجزائرية سواف الفيسبوك في مواقع التواصل الاجتماعي في اليوتيوب في كل مكان يقول لك وكترش مقابلة سعيد بالرحمة وينها القناة لكي نرى بها سماعيل بالرحمة الجزائرين كامل نحبه يوسف ليلي ونحبه فنيات يوسف ليلي ويعجبنا عن يوسف ليلي سعيد بالرحمة هو الساعة اللي راهوا في الواجهة والناس كل تشوف فيه والجزائرين كاملين يتابعوا فيه فنياته فتحضر أوروبا اللي يبغي يطور الإمكانيات ويطلع النيفو ويطور الإمكانيات ويروح للأوروبا إذن ينسب ليلي نتمنى لك إن شاء الله الاحتراف في أوروبا وسعيد بالرحمة برافو ومزيد من التألق في قادم المقابلات ولما لا فارغ كبير من الدوري الإنجليزي مقابلة الميلان واليو في بشعار الريمونتادا أو بشعار تضرب ولا نضرب بعد ما تكون خاسر دو زيرو وترجع وتفوز بربعة تضرب ولا نضرب جروماتش جروماتش خصة غير الببليك براك خصة الببليك ويكون مقابلة من أروع ما يكون تسجل أنا نسجل تسجل أنا نسجل سينما أداء خرافي وعالمي أداء خرافي أداء خرافي رمانة الميزان رمانة الميزان ميزان ميزان تسجل من بالنصر خرافي أداء عالمي ليس مجاملة ليس مجاملة ليس مجاملة اليوم أنا استمتعت ليس مستمتع ليس مستمتع ليس مستمتع ما بين عالمي والدبلاني وحكم جزائري يجب أن نشجعه بالصح بن ناصر يستهل أموال كبيرة ليس خسارة فيه والآن ما يجرمون ما يجرمون ما يجرمون 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 وراء لعب ليس مستمتع عارفين باللعب هذا يستهل ويحتجونه في المستقبل بن ناصر اليوم يا صاحبي يحبش الله يبارك على كل خاله وربي يبعدهم من الإصابات وفي كل بلاصات في كل بلاصات كلنا عورة يدور وكلنا يدور لا يحبش ربي يبارك هذا يدل على شيء بن ناصر اللعب كبير قضية بقاء وفي الميلون قلتها ونعودها أنا رأي يبقى رأي صحيح ميلون ليس ميلون تعبكري نعرفوه لكن أنا رأي يزيد عام خاصة المدرب الجاي رأي مدرب معه ومدرب ألماني راين كيك نزيد العام لا يطور لأن ميلون يعني يخص بعض المراكز كناقصة فيها ويخصوها خاصة المدرب ما عندهش دبلير يسر إبراموفيتي لو العجز من الميلون لا يطور لا يطور إبراموفيتي كبير في السمسح يجبون لا يطور لا يطور لا يطور لديهم نقايص رقم 10 صنع الأعاب لديهم التركي لديهم لا يطور لا يطور لا يطور لا يطور لديهم اغتياط قوية أو لديهم فرديات كينية حاجة الأخرى اللي لاحظتها ولا مش مارف ناظر على المواقع بالصحيح ما فهمتوش بدون عاطفة نحكو منطقة لاعب كيما بالنصر موقعه سكور يطور 6.8 ويعطيه هرنونداز ضائع عصر عالمي ومليح ومسواع علي 7.2 رقم أنه الهدف انتعرابيو جامنه هو وبتيبون ورقوا دخل 7.2 المواقع هذه كيف يتقيم كيف يتقيم كيف يتقيم كيف يتقيم كيف يتقيم جوار في كل مضرب في كل مضرب كما يقول بالدرجة تجد ويعطيه 6.8 والجوار خير منه في التنقيد وكل خير منه في التنقيد بينافولتور هذا خلطه 7 خلطه 7 لا أفهم كيف يتقيم كيف يتقيم كيف يتقيم الجوار الذين هابط يدفون يطلع 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 تقريبا 70% كل هذا يطلع 6.8 لا أفهم كيف يتقيم هذه المواقع لا أفهم كيف يتقيم هذا المواقع يطلع يطلع هذا المواقع محرز يطلع يطلع ويطلع 6.5 يطلع 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 شيئا بالنصر لكن هناك شيئا لا أفهم لا أفهم مواقع لا أفهم الأداة نستمتع اليوم ميلون و لا يوفي لا يوفي لا يوفي من عادتها تخسر بالنتيجة والأداة البطل في إيطاليا لا يوفي أراه تعبان وجاء الشامبيونز ليد إذن ما يهمنا إسماعيل بن ناصر برافو وغران شابو للإسماعيل بن ناصر الذي يبين أثبت وبرهن بلاعب يستاهل الملايين بكل صراحة ما إلى شعبوية لا ولو نظر الحقيقة لعب غران شواء اليوم أنا اقتنعت بلاي أنا لبالي بن ناصر نعرف مكرياته لكن عندما نرى مع فريق كبير كما لايوفي بطل إيطاليا أو فريق كبير وعنده تاريخ كبير يلعب مع لايوفي بالطريقة هذه خلاص اقتنعت أنا اقتنعت خلاص اقتنعت بلي بن ناصر أي فريق في العالم يقدر يلعب ريح ألاس ويستاهل المبالغ الكبير يستاهل حقيقة بالتوفيق لإسماعيل بن ناصر ومن ننساوش الفنان ساعد بالرحمة فالأخير أخذتم ملقاتنا مع مزيد من الفيديوهات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته